طوبة لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فأني الحق أقول لكم أن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أهلا وسهلا ومرحبا فيكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات الديوان اليوم أتكلم معكم بنعمة المسيح عن شخصيات مهمة في تاريخنا الإنساني وإيماننا المسيحي شخصيات زعمنا أننا نعرفها والحقيقة أننا ما نعرف عنهم شيء نقول أنهم مننا وفينا لكن إحنا وين وهم وين هم الحواريين اللي يقول عنهم القرآن وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة وهم اللي بحسب كلام القرآن سبقوا المسلمين إلى الإسلام فلما يقول القرآن فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قالوا قال الحواريون نحن أنصار الله أمن بالله وأشهد بأن مسلمين أو مسلمون لكن الحقيقة هي أن الحواريين هم شهود المسيح لنا شهود النور والبشارة والخلاص هم اللي قدموا لنا رسالة الإنجيل ونقلوا للعالم إعلانات الله لهم لكن العجيب أنهم قدموا لنا رسالة مختلفة عن اللي يقول لنا القرآن عنهم أو عن السيد المسيح فليش يا ترى وثقنا فيهم وشكينا في غيرهم وليه صدقناهم وكذبنا غيرهم وليه أخذنا منهم ورفضنا نأخذ من غيرهم فاليوم أعزائي المشاهدين يسعدني أن أتكلم معكم عن شهود المسيح شهود النور تلاميذ المسيح وخصته وأحباءه وأخوته وأكثر المقربين منه وله واللي عاشوا معاه وماتوا من أجله وكرسوا حياتهم لتبليغ بشارته وأحاول أقدم لكم عشر أسباب لثقافتنا أو لسبب قبولنا لهم إحنا ولدنا مسلمين لكن ليه قبلنا شهادتهم من الإنجيل وما قبلنا ما يقال عنهم في القرآن وأولا أن السيد المسيح هو اللي اختارهم ودعاهم للخدمة بنفسه وهو اللي طلب منهم يتركون كل شيء ويتبعونه فكان يمشي ويناديهم بأسماءهم واحد واحد فكل تلاميذ السيد المسيح مثل بطرس ومتا ويعقوب ويوحنى وسمعان وفيلوبوس وباقي التلاميذ كلهم دعاهم السيد المسيح للخدمة شخصيا وعشان كذا كان يقولهم ليس أنتم اخترتموني بل أنا اخترتكم وأقمتكم لتذهبوا وتأتوا بثمر ويدوم ثمركم إذن أول الأسباب هو اختيار السيد المسيح لهم وفرزهم للخدمة بنفسه واحد واحد أما السبب الثاني فهو أن السيد المسيح له كل المجد هو اللي طلب منهم وكلفهم شخصيا يكونوا شهود عيان له لجميع الأمم فالآية تقول لكنكم ستنالون قوة متحل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا في أرشاليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض إذن السيد المسيح يقول لهم وتكونون لي شهودا فكيف أجي أنا وأنكر شهادة شهود السيد المسيح المرسولين منه لي وأقبل شهادة ناس ما يعرفون السيد المسيح ولا دروا عنه ثالث سبب أن السيد المسيح خصهم وميزهم بأمور كثيرة عن غيرهم عشان يكونوا مستعدين وجاهزين وفهمين شهادتهم له فعطاهم أولوية في التعليم والشرح والتفسير والتقرب منه فلما يوصيهم ويقول لهم فذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآبي والابن والروح القدس وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيكم به يكونوا جاهزين ومستعدين لهذه المهمة العظمى وهذا طبعا غير أن السيد المسيح خصهم واشتهى يأكل الفصح معاهم وقال لهم شهوة اشتهيت أن أأكل هذا الفصح معكم قبل أن أتألم أنت مستوعب تخيل أن هذول الناس اشته سيد المسيح يأكل الفصح معهم فإيش تقول عنهم خلني أزيدك من الشعر بيوت أن المسيح غسل أرجلهم وكانوا أول من أكل من المائدة الربانية وهم اللي كانوا معاه على جبل التجلي وكانوا معاه لما قبض عليه ومعاه في جبل الجلجة وقت موته على الصليب ومعاه وقت قيامته من الموت ولين ارتفع للسماء وهم كانوا معاه يعني معاه من البداية إلى النهاية معاه لحظة بلحظة فرحانين معاه ومتعلقين ولاصقين فيه رابعا أن سيد المسيح نفسه وثق فيهم فليش أحنا أو أنا ما أثق فيهم مثله وثق فيهم لدرجة أن عينهم سفراء له أعطاهم سلطان يشفون الناس ويطردون الأرواح الناجسة يقول الكتاب الذي لا ريب فيه ثم دعت تلاميذه الاثنى عشر وأعطاهم سلطانا على أرواح الناجسة حتى يخرجوها ويشفوا كل مرض وكل ضعف وقال لهم الحق أقول لكم كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطا في السماء وكل ما تحلونه على الأرض يكون محلولا في السماء فإذا كانوا مستحقين ثقة السيد المسيح فقل لي أنا مين أو مين إحنا عشان ما نثق فيهم مثله خامسا أنهم كانوا قريبين منه وعاشوا معاه وشاركوه نفس الزمان ونفس المكان وتأثروا مثل بنفس البيئة وتكلموا معاه بنفس اللغة وخرجوا ومعاه من نفس المجتمع ومعاه في كل تفاصيل حياته ومعاه طول رحلته يعني معاه في كل مكان وزمان يقولون الذي كان من البدء الذي سمعناه الذي رأيناه بعيوننا الذي شاهدناه ولمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة فإن الحياة أظهرت وقد رأينا ونشهد ونخبركم بالحياة الأبدي التي كانت عند الأب وأظهرت لنا الذي رأيناه وسمعناه ونخبركم به لكي يكون لكم أيضا شركة معنا وأما شركتنا نحن فهي مع الآب ومع بنه يسوع المسيح ونكتب إليكم هذا لكي يكون فرحكم كاملا غير أنهم كانوا يصفون بدقة شديدة كل الأحداث التاريخية والأماكن الأثرية والطقس الدينية والعادات الاجتماعية التي تتطابق مع كلام ووصف المؤرخين المعروفين عن ذيك الحقب الزمنية من تاريخ تلك المنطقة من العالم فكانوا شهود للمسيح والزمان والمكان والعصر فمن الطبيعة تكون شهاداتهم أقرب وأدق وأصدق لكل واحد يدور على الحقيقة ومش هيصدك شهود ما شفوش حاجة أصلا وجايين بعد ستمائة سنة يفتون في أمور حدثت في مكان يبعد عنهم ألاف الكيلومترات في مجتمع يختلف عنهم في بيئة ولغة وتاريخ وثقافة ودين وفي كل شيء تأقريبا مختلف سادسا إن السيد المسيح حذرهم من صعوبات المهم وخطوراتها على أنهم قبلوها وتركوا كل شيء فعلا وتبعوه بدون تردد أو تفكير يقول الكتاب فللوقت تركا شباكهما وتبعاه يعني فورا وبدون لحظة تردد ويقول الرسول بولس ها نحن قد تركنا الرسول بطرس يقول الله قد تركنا كل شيء وتبعناك فناس مثل هذول القديسين اللي تركوا كل شيء من أجل رسالة الإنجيل وما سعوا وراء ربح مادي أو سلطان سياسي أو مركز اجتماعي يستحقون أن نهتم برسالتهم ونأخذها على محمل الجد والتقدير سابعا إنهم ما طلبوا المجد لأنفسهم لكنهم عطوا المجد للسيد المسيح صاحب المجد وهنا أذكر لكم قصة بشكل شريع أعطى فيها التلاميذ شهادة شهادة مجد للسيد المسيح مش لأنفسهم وهي قصة الأعرج اللي شفاه الرسول بطرس باسم المسيح فتعجب الشعب فقال لهم لما اجتمع عليه الكهنة قال لهم فليكن معلوما عند جميعكم وجميع شعب إسرائيل إنه باسم يسوع المسيح الناصري الذي صلبتموه أنتم الذي أقامه الله من الأموات بذاك وقف هذا أمامكم صحيحا هذا هو الحجر الذي أحتقرتموه أيها البنؤون الذي صار رأس الزاوه وليس بأحد غيره الخلاص لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص آمين ثم آمين فامنا أنهم بذلوا حياتهم عشان توصل لنا رسالة الإنجيل فكل الرسل قتلوا تقريبا بسبب إنجيل المسيح تحملوا الاضطهاد والسجن والرجم والتعذيف والضرب والسفر والغربة والمشقة عشان توصل لنا رسالة الإنجيل وإحنا قاعدين ومرتاحين تاسعا هو إنهم قدموا نفس الرسالة جميعهم مع أنهم متبعدين قدموا نفس الكتاب نفس الفكرة نفس البشارة وكانوا جميعهم يدورون في نفس الفلك وقدمون نفس الرسالة بنفس المضمون ومتفقين على نفس الهدف وهذا من أكبر الأدلة على صحة الرسالة وعاشرا أمانتهم في النقل وتدقيقهم في كتابة الأحداث وقناعتهم بواجب الشهادة لسيد المسيح يقولون مثلا لأننا نحن لا يمكننا أن لا نتكلم بما رأينا وسمعنا لأن شيء ما ينسكت عنه أصلا ومش المفروض ينسكت عنه فركز معا في أول آيات بشارة القديس لوقا يقول إذا كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة في الأمور المتيقنة عندنا كما سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معاينين وخداما للكلمة رأيت أن أنا أيضا إذ قد تتبعت كل شيء من الأول بتدقيق بتدقيق أن أكتب على التوالي إليك أيها العزيز ثوفيلوس لتعرف صحة الكلام الذي علمت به إذن يقول بالتدقيق والقديس يحنى في بداية إنجيل يقول والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوء نعمة وحق كما لغال وأما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوح والمسيح ابن الله لكي تكون لكم إذا أمنتم حياة بإسمه وهذه كانت عشر أسباب لقبول شهادتهم والوثوق فيهم لكن يا ترى إيش هي الرسالة التي تحملها بسببها كل هذه المشق عشان توصل لك اليوم يقول لك الرسول بطرس أقرب تلاميذ المسيح له أنتم تعلمون الأمر الذي صار في كل اليهودية مبتدئا من الجليل بعد المعمودي التي كرز بها يوحنى يسوع الذي من الناصرة كيف مسحه الله بالروح القدس والقوة الذي جال يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس لأن الله كان معه ونحن شهودا بكل ما فعل في كرة اليهودية وفي أرشليم الذي أيضا قتلوه معلقين إياه على خشبه هذا أقامه الله في اليوم الثالث وأعطي أن يصير ظاهرا ليس لجميع الشعب بل لشهود سبق الله فانتخبهم لنا نحن الذين أكلنا وشربنا معه بعد قيامته من الأموات وأوصانا أن نكرز للشعب ونشهد بأن هذا هو المعين من الله ديانا للأحياء والأموات له يشهد جميع الأنبياء أن كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا آمين إذن هما الطريق والحق والحياة رسالة التلاميذ اللي بذلوا كل شيء ثمين وغالي عشان توصلك هذه إن المسيح جاء ليعطيك حياء أبدية عشان تعرفه وتكون قريب منه دفعوا فيه رسالة غالية ثمن باهض الشخص يستحق لأنك غالي على الله عشان كذا جاء وتجسد عشان يكون قريب منك ويعرفك عليه شكرا لكم وأتمنى تتتبعون خطوط وخطوات شهود النور عشان تتعرفون على بشارة المسيح يا أهلا وسهلا مرحبا فيكم وأشوفكم على خير إن شاء الله في حلقة جديدة من الديوة شكرا لكم